هذا النجاح المفترض للانتخابات المحلية كيف بتقديرك سينعكس على الانتخابات التشريعية المقبلة وعموم العملية السياسية في العراق طبعا هو الاساس استاذ ساعد يعني اليوم احنا مجالس المحافظات عملت بشكل دقيق ونجحت في اداء عملها واستطاعت ان تحقق نسب انجاز معقولة واستطاعت ان تقنع الشارع العراقي والناخب العراقي بان العمل مستمر ومتابعة الخدمات خاصة واحنا في هذه الفترة يعني المبالغ الان بالموازنة بعد ارتفاع اسعار النفط جيدة لكن اذا اختلف الحال ولم تستطيع انجاز ما يمكن انجازه وتتقاعص عن اداء عملها في المستقبل اعتقد ستكون هناك طامة كبرى بالمستقبل لانه هذه المجالس المحافظات هي امتداد لمجالس لأعضاء البرلمان يعني الانتخابات المقبلة احنا حتى نخل المواطن يجي بالانتخابات المقبلة ويحضر ويصوت ويختار بشكل دقيق بعيدا عن لغة السلاح بعيدا عن التهديد بالطريقة المناسبة يعني انا اعتقد انتخابات مجالس المحافظات الآن احنا زرنا عدد كبير من المراكز جيدة يعني بها امن مستتب لم تكن هناك ايضغوطات فلذلك اعتقد بهذا الحال ممكن ان تنجح الانتخابات المقبلة لكن اذا بقى الحال وعادت هذه المجالس الى سابقة عهدها يعني مثل ما كان موجود في 2013 فاعتقد ستكون انتخابات مجالس مجالس النيابية المستقبلية ربما سيعزف الجمهور بعد اكثر عن هذه الانتخابات وبالتالي يسبب حرج القوى السياسية والكتل السياسية وهل تعتقد يعني ان المقاطعين للانتخابات المحلية سيعدلون عن قرار المقاطعة ويشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة انا اقدر اصنف لك المقاطعون صنفين عندنا الاخوة في التيار الصدري الهم ثقلهم ويلهم وجودهم ويلهم جمهورهم وهؤلاء انسحبوا من مجلس النواب وتركوا العملية السياسية ولكنهم الان اليوم يشكلون يراقبون ما يدور وهذا موجود في كل دول العالم جهة تحكم وجهة تراقب واعتقد الصدريون لهم امكانياتهم وايضا لهم قاعدتهم الشعبية الكبيرة لكن اكو بعض القوى التي جاءت لتقول نحن مقاطعون حقيقة هؤلاء جزء منهم ليس له وجود مجرد اسماء الجزء الثاني ما رح يقتنع ما لم تكن هناك فاعلية في الاداء يعني اليوم شون احنا نقيم يعني الان سيكون هناك اختيار المحافظين نفس المعيار اللي تنبيه اختيار رئيس الوزراء والشروط التي انطبقت على رئيس الوزراء ستنطبق على المحافظين الجدد الذين سيتم انتخابهم هذه الخطوة ممكن ان نبني عليها ممكن المقاطعون الذين اليوم يرفضون الاشتراك في الانتخابات اذا شعروا بحالة من الاطمئنان بان هذه المجالس والمحافظين ومدراء النواحي وقائمي المقامات اشتغلوا بشكل جيد وبيّنت اشغالهم يعني نتائج العمل في المجالس يظهر من خلال الخدمات اعتقد سيتراجعون عن قرارهم ويسيشاركون لكن احنا عائق جدا كبير استاذ سعد هو الفساد المستشري في كل جسد الدولة هذا الفساد صدقني سيعيق اي عملية تغيير واصلاح ما دام هذا الفساد موجود لحد الان رغم ان اليوم هيئة النزاهة تبذل قصارى جدها من اجل تفكيك رموز هذا الفساد ولكن هي لا زالت تدور في الجروف ولم تصل الى البحر العمق البحر لان هناك حيطان كبيرة هي من تسبب بهدر المال العراقي واليوم هيئة النزاهة تريد تلاحق الاموال في الخارج وهي اموال فلكية وحتى طلبت من التربول والجهات الدولية لمساعدتها انا اعتقد هذا الفساد سيجعل المقاطعون يزدادون اللي لم يتم ايقافه اللي لم يتم العمل على ردمه اللي لم يتم العمل على اقل تقدير في هذه الفترة ايقافه لكن للأسف الشديد هذا الفساد اصبح آفة كبيرة جدا نخرت كل شيء بحيث انه اليوم جزء كبير من الموظفين تحولوا الى مرتشين ما تنجز معاملتك اذا ما تعطي مبالغ للموظف الجالس على الكرسي وهذه كارتة يجب ان تتبدل هذه الثقافة حتى نقنع المقاطع ونقل تعال ايها المقاطع للانتقابات نحن عاملنا ونفذنا مشاريع ونجحنا في داعا عاملنا وقضينا وحجمنا الفساد في المرحلة المقاطع اشتركوا في القناة